أقول فضينة الشيخ وفّقكم الله كيف يتم التفريق بين الشرك وبين الوسيلة إلى الشرك واضح الشرك صريح كعبارة غير الله بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وأما الوسيلة مثل الدعاء عند القبور دعاء الله عند القبور دعاء الله عند القبور هما يدعو القبور وإنما يدعو الله لكن عند القبر يظن أن هذا سبب لقبول الدعاء فهذا وسيلة من وسائل الشرك في الأول يظن أن الدعاء عند قبره أن له مزية ثم في النهاية يصرف الدعاء إلى الميت يكون هذا سبب للشرك ولذلك نهي عن الصلاة عند القبور وإن كان المصلي لا يصلي إلا لله ونهي عن الكتابة على القبور وتجصيص القبور والبناء على القبور إن كل هذه وسائل هي ليست شركا لكنها وسائل من وسائل الشرك نعم